تداول العديد من المواقع اللبنانية أخبار بشأن القبضة على الفنانة شرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في لبنان بعد زيارتهم ولقاءهم بالفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة حيث كتبت الصحفية اللبنانية هانادي عيسى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن سبب الأبضى عليهم هو إن فضل شاكر ما زال مطلوب قضائيا وإنه تم استجوابهم من أجل الاستفسار عن أسباب زيارتهم للفنان فضل شاكر وتابعت الصحفية في منشورها استدعية شرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهم في لبنان للتحقيق وبناء على استبانة قضائية للاستفسار منهم عن الأسباب التي دفعتهم إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة وأضافت هانادي عيسى جرى الإفراج عن شرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهم بإشارة قضائية وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شرين عبدالوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم ونشر الإعلام القطري صالح غريب تغريدة قال فيها إن الأمن اللبناني يدهم فندق محل إقامة شرين وحسام في لبنان من أجل استجوابهم لمعرفة أسباب زيارتهم لفضل شاكر وتزامنا مع رأس السنة نشر الفنان فضل شاكر فيديو جمعه بالفنانة شرين عبدالوهاب وحسام حبيب وظهرت فيه وهي تغني كل عام وأنت حبيبي بعد 19 عام من طرحها وظهر معهم حسام حبيب ورقصت شرين بجانبه اشتركوا في القناة